هل في حد هنا عنده سؤال تفضل؟ مولانا في بعض الناس بتوصي أن هي بعد ما تموت تأخذ أعضاؤها ويتبرعوا بيها وعلى النقيد في ناس بتوصي أن هي ما يتخذش منها أي أعضاء حتى لو كان في ضرورة لذلك فهل ده نوع من أنواع التعدي على حق اللابم أن الكون ليس ملكنا والأجسام ليست ملكنا؟ مدخل التصرف في هذه المسألة ليس من مدخل أنه أجاز أو لم يجز بقدر ما هو مدخل تطبيق مصلحة الحي على الميت أما لو كان الأهل غير موافقين أو كان هو أوصى بأنه محدش يقرب لجسمانه أو كده إلى آخره لأن هذا الفعل لا يتم تمثيلا بالجسة هذا الفعل يتم تحت ضوابط جراحية معينة المدخل فيها هو إحياء الإنسان أو استمرار حياته وليس المدخل فيها هو قبول هذه الوصية أو قبول عدمه نما القانون ينص على أنه إذا أوصى بعدم يبقى أن ننفذ وصيته في هذا المجال في حد في البنات فضالي؟ ترجمة نانسي قنقر